جهتها تستعد المملكة المتحدة لاحتمال انقطاع الطيار الكهربائي لعادة أيام خلال الفصل الشتاء في حال تزامن التقص البارد مع نقص الغاز الطبيعية أفدت وكلة بلومبرغ نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الحكومة البريطانية تتجهز لاتخاذ إجراءة طريقة للحفاظ على الغاز الطبيعي في حال حدوث السيناريو الأسوأ بتسجيل عجز في الكهرباء يبلغ إجماليه حوالي ست سا دروة الطلب حتى بعد تشغيل محطات الفحم الطهراء المصدر ذاته أشار إلى أن درجات الحرارة المنخفضة على المتوسط وهبوط وردات الكهرباء من النرويج وفرنسا قد تتسبب في عجز لمدة أربعة أيام في شهر جنفير المقبل